خارجيا أقرت حركة النهضة الإسلامية بهزيمتها مما نداء تونس في الانتخابات البرلمانية والتي أجريت يوم الأحد الماضي أصفرت الانتخابات عن تقدم حزب نداء تونس العلماني وعن حصولها على نحو 80 مقعد من إجمال عدد مقعد البرلمان والبالغ عددها 217 مقعد فيما حصد النهضة ذو توجه الإخواني 70 مقعد وهو معتبر تحول كبير في المشهد السياسي التونسي والذي كانت تهيمن عليه حركة النهضة الإسلامية تونس تستجيب للنداء وتسقط حركة النهضة المحسوب على تنظيمات الإخوان هذا ما أظهرته نتائج جزئية رسمية للانتخابات التشريعية التي أغرية الأحد الماضي وأعلنت أمس إذ تصدر حزب نداء تونس العلماني الانتخابات بـ 84 مقعدا بينما فازت حركة النهضة الإسلامية بـ 69 مقعدا تلاها الاتحاد الوطني الحر بـ 17 مقعدا والجبهة الشعبية بـ 12 مقعدا كما شهدت الانتخابات نتائج صادمة لبقية الأحزاب التي تحالفت مع الإخوان فلم يحصل حزب رئيس الجمهورية الحالي المنصف المرزوقي الذي يدعى المؤتمر سوى على أربعة مقاعد أما حزب التكتل برئاسة رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر فلم يفز سوى بمقعد وحيد هي نتائج ربما توقعها إخوان تونس قبل إعلانها وهم من اضطروا للتخلي عن السلطة أوائل هذا العام طوعية لحكومة غير حزبية إثر أزمة سياسية كادت أن تعصف بمستقبل البلاد فجاء اعترافهم بالنتائج ثم تهنئتهم للفائز ودعوتهم لتشكيل حكومة وحدة وطنية قالوا إنها أمر حتمي لإنقاذ البلاد من تحديات تواجهها أما عن المنتصرين فهم تكتلوا نداء تونس الذي أسسه ويقوده رئيس الوزراء الأسبق الباقي قائد السبسي ويضم منتمين سابقين لحزب التجمع الحاكم في عهد الرئيس المخلوع بن علي ويمنح دستور تونس الذي صدق عليه المجلس التأسيسي في يناير الماضي صلاحيات واسعة للبرلمان والحكومة مقابل أخرى محدودة لرئيس الجمهورية وقالت اللجنة المستقلة للانتخابات إن نحو 60% ممن لهم حق التصويت شاركوا فيها تلك الانتخابات التي سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين هي خطوة مهمة اكتازتها تونس وحظيت بإشادة واسعة فقالت بعثتها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية إنها أجريت وفق المعايير الدولية في النزاهة والشفافية كما قدم أمين عام الأمم المتحدة بان كيمون التهنئة للتونسيين واصفا الانتخابات بأنها حجر زاوية مهم في عملية التحول الديمقراطي كما هنأت كندا الشعب التونسي بإجراء الانتخابات وقالت الخارجية الكندية إن التونسيين مارسوا حقهم الديمقراطي في انتخابات حرة ونزيهة صفحة الانتخابات البرلمانية في تونس ربما تكون قطوية ولكن فصلا آخر من الاستحقاقات الانتخابية سوف يعود للواجهة الشهر المقبل مع انطلاق الانتخابات لكن هذه المرة سيكون الموعد مع انتخابات الرئاسة